الطلاب الأعزاء أهلاً ومرحباً بكم في محاضرة لمقرر المدخل النفسي للإعلام الفرقة الأولى عام وهو من المقررات الاختيارية عنوان محاضرتنا اليوم مبادئ ومفاهيم في علم النفس الإعلام لا شك أننا ندرك أهمية علم النفس في الممارسات العلمية وسرعة توسعه في وقت قصير بحيث شملت تطبيقاته الحياة العملية التربوية والبيئية والاقتصادية فعلم النفس هو ذلك القسم من علم الحياة الذي يهدف إلى فهم ووصف الأشياء الحية كما له قوانينه الخاصة التي ينبغي أن تتوافق مع قوانين الطبيعة ولكنها لا ترتد إليها بل يتجاوز علم النفس أكثر من ذلك فيهتم بدراسة الفرد وتوافقه وتكيفه مع البيئة التي يعيش فيها طبعا لعلم النفس وظائف متربطة فيما بينها في اعتماد متبادل شديد الشمول بحيث أن أي خلل في هذا الترابط بيؤدي إلى التفكك النفسي والعودة إلى الخضوع السلبي لقوانين الطبيعة وللحياة النفسية صفة التفسير المستمر حنتناول في هذه المحاضرة بعض المفاهيم والمبادئ في علم النفس الإعلامي ما هو علم النفس الإعلامي؟ أهداف علم النفس الإعلامي؟ خصائص علم النفس الإعلامي بالإضافة إلى وظائف علم النفس الإعلامي لو عرفنا علم النفس الإعلامي فنجد مجموعة من التعريفات يعرف بأنه عملية استقصاء وإخراج المعلومات والحصول عليها ثم إعطاء وبس هذه المعلومات إلى الآخرين أيضا علم النفس الإعلامي هو علم سلوكي يركز اهتماماته الأساسية حول الفرد والجماعة في تفاعلهم مع وسائل الإعلام لمعرفة العوامل التي تشكل بعض السلوك اللي بيفسر هذه التفاعلات أيضا من تعريفاته أنه هو فرع من فرع علم النفس الذي يطبق مختلف النتائج والنظريات والقوانين التي توصل إليها علماء النفس في مختلف التخصصات على مجال المهن عامة والإعلام بصفة خاصة لفهم المشكلات التي تظهر في هذا الميدان ويسعى إلى حلها حل عملي علمي لرفع الكفاءة الإعلامية بما يحقق للكاتب سواء في الجورنال أو في المجلة وجمهور الرضا والفائتة أيضا علم النفس الإعلامي هو الدراسة العلمية التي تهدينا إلى حل المشكلات النفسية التي تظهر في الميدان الإعلامي لرفع الكفاءة العملية لدى العاملين في هذا الميدان من خلال التعريفات اللي ذكرناها هنلاحظ أن علم النفس الإعلامي بيسعى إلى حل المشكلات النفسية لدى العاملين في ميدان الإعلام وفق المنهج العلمي وهنلاحظ أيضا اللي احنا من خلاله هنقدر نتعرف على سلوك الفرد وعلاقته بالآخرين سلوك الإعلامي وعلاقته بزملائه في العمل لغرض تغيير اتجاهات العاملين نحو العمل وتحسينه أيضا حيوسع من إدراكاتنا لفهم بعض الأثار السيكولوجية لما يكتنفها بعض العلاقات الاجتماعية من أبعاد في شيء كنا عايزين نذكره وهو ارتباط علم النفس الإعلامي ببعض العلوم الأخرى مثل علم النفس العام وعلم الاجتماع وعلم الإدارة وعلم الإنسان يعني علم النفس الإعلامي له علاقة بفروع علم النفس الأخرى بعلم نفس المستهلك بعلم نفس الجمهور حاجات كتير يعني إن شاء الله من هذا المقرر هنتعرض لها النقطة الثانية وهي أهداف علم النفس يمكننا تحديد أهداف علم النفس الإعلامي في تنظيم تقديم أفضل الخدمات الإعلامية عددا ونوعا وتحقيق أكبر قدر ممكن من التأهيل وتدريب الإعلامي للعاملين بما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم وذكاؤهم والقدرة أيضا على تحقيق الجذب الإعلامي فيسعى علم النفس الإعلامي لمساعدة الإدارة الإعلامية في تحقيق أهدافها من خلال ما يقدم لها من مبادئ وأسس نفسية تستفيد منها في حل المشاكل التي تواجهها باستمرار وتعرقل من مسيرتها في الانتفاع من الموارد الإعلامية وبيحاول هنا علماء النفس الإعلامي حل المشكلات اللي بتدخل في نطاق واحد من الموضوعات التالية زي زيادة وتحسين خدمات الإعلامية وتحسين نوعيتها وطرق العمل فيها وتطوير بعض المؤسسات الإعلامية أيضا زيادة توافق العملين مع عملهم وإنشاء نوع من السقرار الإعلامي اللي احنا بنسعى من خلاله إلى إزالة مصادر الشكوى لدى العاملين وتقديم أفضل الخدمات والصيانة وتطوير العمل الإعلامي أيضا بالإضافة إلى معرفة متطلبات العمل من الخصائص الشخصية ومعرفة مدى ما يمتلك العاملون من هذه الخصائص حتى يمكن وضع الفرد المناسب في المكان المناسب إذا تطرقنا للنقطة اللي بعد كده وهي خصائص علم النفس الإعلامي نجد لعلم النفس الإعلامي خصائص عدة منها الاستناد إلى الملاحظة الدقيقة والفحص المتعمق وتحرر الأسباب والمسببات من واقع ما هو كائن بالفعل أيضا استخلاص وتجريد قضايا من واقع الملاحظات المعقدة والمتشابكة منطقيا وتحديد بأسباب ومسببات بالإضافة إلى التراكمية بمعنى قيام النظريات الحديثة بنقد وقع للقديم إما بالتأييد أو بالرفض طبقا للحالة وفي النهاية قد تقدير العلاقات الوقعة من جانب أثرها النفسية ما هي وظائف علم النفس الإعلامي؟ له عدة وظائف وظيفة سيكولوجية أو نفسية تتمثل في المساهمة الفعالة في توفير الاستقرار والأمن والحماية لكافة أفراد البناء الاجتماعي تعديل أو تدعيم أو تغيير اتجاهات معينة تحدد السلوك العام ثالثا إرضاء حب الاستطلاع لدى الجمهور من خلال العلاقة التأثيرية سواء مرسل ورسالة ووسيلة بالإضافة إلى التأكيد على الشعور بالانتماء وتوفير الاستجابات المتبادلة الضرورية طبعا كلنا عارفين أن وسائل الإعلام في حد ذاتها أداة رئيسية وعامل نمو اقتصادي واجتماعي بما تقدمه من تسقيف وتوعية وتربية وتعليم ولابد من وسائل يعتمدها عشان نوصل من خلالها الرسالة زي الكتاب والصحافة والنشرة والخطبة والندوة والمناظرة والمؤتمر الصحفي العلمي أو الأدبي والإزاعة المسموعة والإزاعة المرئية ووكلات الأنباء ووكلات الإعلان بالإضافة إلى الإعلام الجديد ومنها مواقع التواصل الإجتماعي أشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء جديد مع محاضرة قادمة في مقرر علم النفس الإعلام